أهلا بكم. عشرون عاما من الكرامة. كتبت زينب الموسوي. مبارك لكم هذا النصر الذي وضع إسرائيل على بوابة الهزائم الآتية. والآتي أشد وأعظم. مبارك هذا النصر الذي وضع العمة كلها على بوابة مرحلة الانتصارات الآتية. ووضع إسرائيل على بوابة مرحلة الهزائم الآتية. وكل نصر وكل عيد وأنتم بخير. في عيد المقاومة والتحرير يستذكر اللبنانيون تحت وسوم متعددة. كيف خرج الإسرائيلي مذلولا مدحورا من جلوب لبنان من دون قيد ولا شرط. يوسف كتب عن عيد المقاومة والتحرير أنه فاتحة النصر العربي الأول على الكيان الغاصب. بحيث أن الشعب اللبناني كان أول شعب عربي يطرد الصهاينة من دون شرط. وكان الأمل لفلسطين بأن هذا الاحتلال ممكن أن يزول. الجنوب يحرر الوطن كان العنوان الرئيسي في جريدة السفير اللبنانية في يوم التحرير. وعليه علق إليو ديفيد أنه في مثل هذا اليوم سقطت مقولة الجيش الذي لا يقهر. ليقهر تحت أقدام أهل الجنوب. سعيد نشر هذه الصورة لنساء جنوبيات. وكتب عليها حتى الأرز رقص حينها. وعلى صورة أخرى كتبت جينان ذكرهم بأيام الله. قاسم مهنة نشر هذه الصورة مغردا في عيد المقاومة والتحرير. السلام إلى ثلوثي الجيش والشعب والمقاومة. والرئيس أميل لحود الذي لن يساون فاستحق لقب فخامة المقاوم. الأممي نشر هذه الصورة معلقا عليها بالقول. كما رفع في سماء الجنوب عام 2000. سيرفع منتصرا في سماء فلسطين محررة منتصرة. وكتب جورج من جهته إن صراعنا مع العدو الصهيوني. هو صراع وجود لا صراع حدود إلى جنوب الجنوب. يا قدس إننا قادمون. ونختم مع هذه الصورة التي تبرز تبدل. سالك إحدى الطرق الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة. بين جنود المحتلين قبل التحرير. وبين أصحاب الأرض الجنوبيين بعده. وعليها علقت سيزان قائلة. من هنا سنعبر إلى فلسطين.